9 دقائق 30 ثانية 7 اكزاء من الثانية تهانينة محمد بن محمد بن زايد المنصوري اما على ثالث المراقز انصيحان وقدم عرض يشكر عليه تهانينة لك يا ابو سالم انبارك بن سالم بن خيامان عذبة المريمة 9 دقائق 38 ثانية 7 من الاجزاء من الثانية توقيت الزمني تهانينة والنموس تهانينة للجميع نتواصل ايه الحفل الكريم ويتجدد اللقاء بكل الحاضرين بكل المنطلقين مع هذا المساء الجميل مع هذه الانطلاقات في عالم الاصالة في عالم النموس التواصل ما استمر في اشواطنا مشاهدنا متابعين الكرام وهذه انطلاقات اشواطي ذاع ابناء القبائل في هذا المساء وهذه الانطلاقات انطلق الشواط ليحمل لنا كذلك في طياته العديد والعديد من الاسماء المشاركة في المرموم في فخر الاجيال في هذه الانطلاقات في هذا المهرجان الرايع وشواطنا العاشر الذي اعلنت انطلاقته يحمل الجعدان المهجنات الاصايل ايه ذاع ابناء القبائل بهذه الشعارات المتعددة والمتشكلة في الوانها وهناك نسير مع المقدمة ومع المركز الاول اللي يقود الجعدان ويسيطر على المقدمة هذا هو هذا هو اللي هو كيف 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 بيشان بن محمد بن فهيد العجمي هو ليسيطر على المقدمة وعلى المركز الاول بينما ياتي في المركز الثاني مع الحميدي بن سالم العمري مشاهدين العزاء في هذا الانطلاق ياتي اللي هو مقلق مقلق هناك الاقرب 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 يا سلام يا سلام سمران 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 يا سلام انطلق الى المقدمة الى المركز الاول وسيطر على المقدمة يا سمران سمران فيصل بن طالب بن شريم المري يحقق هذا الناموس في الميتين متر الاخيرة خلاص الوصول الوصول الى خط النهاية تهانينا تهانينا فيصل بن طالب بن شريم والسلاماتنا على هذا الانطلاق لأهالي الريان لأهالي الريان في الدوحة لفيصل بن طالب بن شريم المري المركز الثاني لمحمد بن معتوق العامري المركز الثالث سالم بسهيل بالويع العامري والمركز الرابع محمد بن سلطان بن رشيد والمركز الخامس محمد بن خير بن عزيز الشريفي عموما على كل حال نعود بالتوقيت سمران قطع المسافة في تسع دقائق وثنين وثلاثين ثانية وجزين من الثانية تهنين لفيصل بن طالب بن شريم المري على هذا الفوز